سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم فيديو جديد معينا عبدالغفيص وفي سؤال جاء من صديقنا فهد قبل كم يوم عن طريقة فرمات الجالكسي أو يطلب أن نشرح طريقة فرمات الجالكسي فحبيت بهذا الفيديو أذكر لك طريقتين في الطريقة العادية وفي طريقة ممكن تفيدك إذا لم تستطيع أن تصل إلى النظام أو أن تدخل على الجهاز أو تقفل برقم سري أو غيرها من الحالات كذلك كيف تفيد نسخ احتياطي لبياناتك قبل الفرمات سواء من خلال الهاردسك أو من خلال كلاود وبعد كذا أتسوي لها الاستعادة ففيديو بإذن الله أنه يفيدك سواء كنت تبغى أن تبيع الجهاز أو حتى مثلا بعد التعديثات أوقات يكون فيه تعليق، فيه تهنيق، فيه مشاكل فأنك تفيد هذه الطريقة للفرمات ويرجع جهازك جديد بداية دعني أتكلم عن موضوع النسخ الاحتياطي قبل أن نفعل فرمات فلو أنت مثلا فيه تحديث للجهاز وبعد كذا صار فيه أي مشاكل وتريد تفيد فرمات ممكن أنك تفيد نسخ احتياطي إذا رحت للإعدادات بعدين ضغطت على سامسونج أكاونت بعدين سامسونج كلاود طيب هنا بيعطيك الخيارات الخاصة بسامسونج كلاود هذه اللي بيصير فيها مزامنة الستوديو مثلا أنا هنا مفعلة مع الون درايف فأي صورة أصورها بيرفعها مباشرة إلى الون درايف كذلك مثلا البلوتوث التقييم طبعا البلوتوث هنا أيش الفكرة أنه مثلا أنا متصل في سماعة في أجهزة فيحفظها لك ما يحتاج أنك تسوي اقتران من جديد وغيرها مثلا سامسونج باس علشان موضوع اللي هو الباسوردات اللي عندك اللي تكون مثلا حافظها لكن أبروح هنا إلى نسخ البيانات احتياطيا هنا يقول لك إذا بتاخذ نسخة احتياطية سجل المكالمات الرسائل التقويم الساعة والضبط التطبيقات وتسجيلات الصوت فممكن أقول نسخ احتياطي الآن ويبدأ يسويلي النسخ الاحتياطي على سامسونج كلاود لكن لو ما عندي مساحة فما راح يسويليك طبعا النسخ أو بيعطيك له تنبيه أنه ما أقدر أسوي النسخ طيب إيش الحل الثاني أو الحل الأسرع إذا مثلا تبغى تنقل الصور تبغى تنقل الملفات اللي عندك أنك تستخدم مثل هذه القطعة أو هذا الهارد ديسك أو حتى ممكن فيه اللي هو الفلاش درايف الصغير لكن أنا عندي هذا الاس اس دي فكل اللي علي أني أشبكه هنا بالتايب سي طبعا لو معاك الفلاش فبرضو نفس الطريقة الآن بعد ما شبكته ننزل هنا بنلاحظ أنه محرك الأقراص طبعا إذا كان أول مرة لازم أنك تسوي له فرمات وبعد كذا من تطبيق الملفات من تطبيق ملفاتي بتحصل اللي هي وحدة التخزين اللي أنت شبكها وتنقل مثلا الصور أو مقاطع الفيديو وتسوي نسخ ولصق على هذا الفلاش أو على هذا الهارد ديسك وبعد كذا بعد ما تسوي فرمات تسترجع الملفات الخاصة فيك فهذه من أسهل الطرق اللي أنك تسوي لها نسخ احتياطي للبيانات الخاصة فيك أيضا في عندي كل تطبيق الصور الخاص بجوجل اللي هو جوجل فوتوز أو صور برضو ممكن أنك تسوي مزامنة لكل الصور إذا كانت تهمك جهات الاتصال تكون مثلا محفوظة مع الجيميل أو حساب يعني جوجل الخاص فيك فأوقات إذا حبيت أنك تسوي فرمات مشرط أن يأخذ نسخة احتياطية لكل البرامج أصلا ممكن المشكلة اللي عندك أو أنت يعني تبغى تسوي فرمات علشانها تكون بسبب أحد التطبيقات اللي موجودة عندك فممكن بس أنك تنسخ الأشياء الأساسية وبعد الفرمات ترجع تنزل التطبيقات اللي تحتاجها من متجر جوجل بلي طيب فالطريقة الآن الخاصة بالفرمات نروح للإعدادات وبعد كذا نتوجه على الإدارة العامة ثم إعادة الضبط الآن من إعادة الضبط في عندك إعادة تعيين بيانات المصنع مثل ما تشوف هنا معطيك له التنبيه أنه سيتم محو كل البيانات الحسابات مثلا جوجل بيانات التطبيق الضبط أي تطبيقات أنت نزلتها الصور أيضا هنا حط لك الحسابات الخاصة فيك اللي بيصير عليها المسح فتكون شايف يعني كل حاجة وبعد كذا أيضا بطاقات الإسم يعني أنا عندي الآن هنا الشريحة الإلكترونية حاطتها فبرضه سيتم اليوحث بطاقات الإسم بعد كل فرمات فبعد كذا كل عليك أنك تغطي إعادة الضبط بعدين تحط اللي هو الرقم الخاص بفتح القفل وتسوي متابعة وبعد كذا بيسوي لك كل فرمات للجهاز لكن لنفترض أنك تبغى تسوي فرمات للجهاز وهو مقفل مثلا أو من تعرف الرقم السري أو في أي مشكلة ما خلتك مثلا أنك تدخل على النظام أو سويت تحديث يعني أنك لا تقدر تسوي الطريقة اللي ذكرناها قبل شوي طب الآن عشان نسوي الطريقة الثانية نحتاج اللي هو كابل التايب سي وكذلك تحتاج الكمبيوتر مثلا أو أي جهاز لابتوب فبس بنوصل عليه الجهاز ما رح نسوي أي حاجة ثانية يعني ما رح ننقل أي ملفات ولا نسوي أي شي بس أحتاج أني أنقل أو أني أشبك عليه الجهاز طيب بعد كذا بنسوي إيقاف للتشغيل يعني أنا الآن شابك الكابل وسويت إيقاف للتشغيل لأنه هذه هي الطريقة اللي لازم حتى ندخل الآن على recovery mode طيب الآن كل اللي عليك أنك تغغط زر الباور أو زر التشغيل مع زر رفع الصوت فبضغطهم الآن يعني بشكل مستمر وبنفس الوقت الآن أشتغل الجهاز لما تطلع الجالكسي أترك زر الباور وخليك ضغط على زر اللي ورفع الصوت فالآن دخلت أنت على recovery mode الآن هنا أركز معي هذه بتسوي لك حذف كامل اللي هو للنظام لكن تحتاج اللي هو تركيز التحكم بصير يعني خفض الصوت بينزل ولما أطلع أو لما أضغط يعني اللي ورفع الصوت بيطلع على فوق وزر الباور هو اللي يختار طبعاً باجي هنا بختار اللي هو wipe data factory reset هذا الخيار وحتى شف هنا حطلي تحذير أنه بيسوي ماسح وبيسوي دلية لكل حاجة بالجهاز فكل اللي عليك أنك تضغط على زر الباور بعد كذا يقول لك إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية الآن سوى لها فرمات بهذه الطريقة السهلة والسريعة reboot system now وهو إعادة التشغيل اللي هو أول خيار فنضغط على زر الباور والآن سوى إعادة للتشغيل ويرجع الجهاز معك كأنه جديد وكأنك شغلته الأول مرة فمثل ما شفت بكل سهولة هذه هي الطريقة وبكذا تكون سويت فرمات وبدأ معك الجهاز من جديد وبعد كذا ترجع البيانات سوى كانت على هار ديسك مثلاً كصور أو ملفات أو حتى كنسخ احتياطي للتطبيقات وغيرها من البيانات واللي بالمناسبة هذه الطريقة بتمشي مع أي هاتف سامسونج يعني ملازم أنه مثلاً على الاترا أو الاس 22 أو 23 ممكن حتى مع الفولد مع القالكسي اي وغيرها من الأجهزة فإذا عندك استفسار اكتب لي بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفك في فيديو جاي والسلام عليكم